اشتركوا في القناة ستة وعشرين سبعة القمر ما زال موجود في الميزان في منزلة الغفر وهي منزلة للكنوز والضفر والمنع والتفريق والمشاكل والنفي ورح تستمر هاي المنزلة يعني القمر رح يستمر في هاي المنزلة حتى ساعات الفجر من ساعات الفجر ببلش في منزلة الزباني وهي الفساد والقطع والمشاكل بالنسبة لتأثيرات القمر لما بيكون في الميزان في هاي الفترة تقريبا تتعزز القدرة العاطفية عنا وممكن نعزز او صار علاقة عاطفية مع الحبيب او تحسين علاقة زوجية نالها بعض التوتر منكون اجتماعيين اكثر ومنميل الاسترخاء بجد الغرام متنفس لدى العشاق ولكن ممكن تلعب الغير يدور في علاقة لسه ما استقرت بعد في هاي الفترة ننجح في اعمالنا الفلنية وبوسعنا القيام بمشروع مشترك يمكننا ايضا اقامة حفلة واعادة تزيين البيت او المكتب واقتناء حاجية جميلة مثلا اما بالنسبة للزوايا الفلكية فاول زاوية فلكية راح تكون هي زاوية تربيع سلبية راح تكون بين القمر وعطارد راح تكون في تمام ساعة وحدة واحد عشر دقيقة فجرا بعض الاشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزاجيي الطباع اما بالنسبة لزاوية التقابل اللي بعدها برضو زاوية التقابل سلبية بين القمر والمريخ راح تكون في تمام الساعة ثلاثة وتسعة واربعين دقيقة صباحا تخلق لدينا شعور بالملل من اي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في اي مسعى منقوم فيه يفضل اخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية التثليث ايجابية بين القمر والزهرة راح تكون في تمام الساعة واربع واربعين دقيقة ظهرا تتأجج العاطف اتجاه الجنس الاخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي ضفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطائهم وابداعهم اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية التربيع سلبية بين القمر والمشتري راح تكون في تمام الساعة واربعين دقيقة عصرا يجب توخي الحذر ممن يحاولون استغلال طيبتنا وكرمنا اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبلوتو راح تكون في تمام الساعة 5 و 11 دقيقة مساء ابتدفع بعض الاشخاص الى التسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الاخرين ممن حولهم من الاصدقاء وافراد العائلة بالنسبة لخلو المسار القمر بما انه موجود في الميزان خلو المسار القادم راح يكون يوم 27 سبعة راح يكون في تمام الساعة وحدة وثمن دقائق فجرا ورح يستمر حتى تمام الساعة 4 و 11 دقيقة صباحا لا ينتقل القمر بعدها لبرج العقرب اما بالنسبة لعمر القمر القمر انحسار المربع 6 ايام في تمام الساعة 48 و 42 دقيقة صباحا بيصير 7 ايام نسبة الاضاءة 40% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الاسد حتى يوم 22 ثمانية المزاج سعيد ولكن قليل ساعاته لانه بعمل زوايا مقابلة القمر في الميزان حتى يوم 27 سبعة منتحس بسبب زوايا اللي احنا ذكرناها اللي كلها تقريبا تربيع مقابلة وبتعمل زوايا سلبية عطارد في السرطان حتى يوم 5 ثمانية المزاج سعيد الزهرة في الجوزاء حتى يوم 7 ثمانية المزاج سعيد المريخ في الحمل حتى يوم 9 تسعة مزاجه ممتزج لانه بدأ يوخد بالنحوسة بسبب زوايا التربيع اللي بيشكلها مع الكواكب اللي موجودة بالجدي المشتري في الجدي بيتراجع حتى يوم 12 تسعة المزاج منتحس زحل في الجدي بيتراجع حتى يوم 29 تسعة المزاج سعيد أورانوس في الثور حتى يوم 15 ثمانية بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه ممتزج نيبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 29 تسعة وعشرين مزاجه سعيد إبلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 14 مزاجه ممتزج وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا بالنسبة للبيت الأول معروف أنه المريخ بيعمل زوايا تقابل مع القمر فاليوم نحوسته نزلت يعني صار فيه نحوسة وبرضو بلش يعمل زوايا تربيع مع الكواكب اللي موجودة في الجدي فشوي بيخلي فيه عنا ردات فعل سلبية أو عصبية أو بيكون فيه نوع من أنواع الدكتاتورية أو التقلب بالمزاج بسرعة فبيظهر نوع من أنواع القدرة على التسلط أو التحكم وبرضو بيخلي ردات الفعل عنيفة شوي أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء على المستوى المالي شوي بتكون متقلبة خلال هذا اليوم فممكن تظهر بعض المسائل المالية المعقدة أو شوي يكون فيه انشغال في بعض الحسابات أو ترتيب وضع مالي معين ممكن تقلق من وضع مالي أو من صفقة تجارية أو من سعر شيء معين ممكن اليوم برضو يعني تغامر بشغلة مصاريف أو دفعات أو أشياء من هذا القبيل حاول أنك تمسك إيدك وحاول أنك ما تبذر أموالك أما بالنسبة للبيت الثالث فهو بيدفعك على عملية التنقلات والحوارات والاتصالات مزاجك رائع مقنع سرعة بديهتك عالية عندك رغبة للإطلاع للدراسة للحوار كلها الأجواء تقريبا إيجابية بصير فيه نوع من أنواع التعامل ما بينكم وبين أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت شوي فيها نوع من أنواع الحدية اليوم بتكون ديروا بالك من فرض السلطة أو فرض السيطرة أو اصدار الأوامر العنيفة اللي شوي ممكن تكون هيك متزمت برأيك بقرار معين حاول قدر الإمكان أنك تكون لين ومرن حاول استيعاب المشاكل أو النقاشات أو الحوارات اللي بتصير على مستوى البيت ما تعمل خلافات وما تكبر الخلافات ممكن تنشغل ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالبيوت زي ترميم أو مشتريات أو أشياء العلاقة بالعقارات أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا بنقدر نحكي أنه جيد شيئا ما بتعمل نوع من أنواع التعاطف ما بينك وبين الأشخاص ممكن أنك تنجح في بعض المسائل العاطفية أو مثلا هواية معينة أو فكرة معينة تبدأ فيها الفترة هاي بتشجع برضو الأشخاص اللي بيعملوا في المجالات الفنية أو المجالات اللي إلها علاقة أو صلة في المجال الفني أو الأشخاص اللي بدهم يعملوا أنواع عمليات تجميل أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا فيها نوع من أنواع الضغط على مستوى العمل فممكن يتراكم عندك بعض الأعمال أو تنضغط في مسألة معينة إلها علاقة بالعمل ممكن بشغل كثير وممكن قلق بسبب معاملة معينة أو تقلب المعاونين لإلك في مسألة معينة أهم إشي أنك تراعي عملك وما تخليه تراكم وبرضو بدك تنتبه لصحتك أما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراك المالي والعاطفية فطبعا القمر بما أنه موجود وهو منتحس بالزوايا اللي موجودة فيه فعشان يكيب نقولك أنه اليوم يعني جيد هو أنك أنت تقوم بعمل مشترك فيه إذا بدك توقع على عقد أو بدك تعمل خطبة أو زفاف في اليوم هذا بدك تركز على التفاصيل وتمسك حالك من العصبية وردات الفعل السلبية في تأثيرات سلبية ممكن تكون عبارة عن متاعب عائلية أو مهنية أهم إشي أنك ما ترتجر المواقف وتجنب الانتقاد في العمل وابتعد عن القضايا القضائية أما بالنسبة للبيت الثامن فطبعا الأجواء شوي ممكن تفتح بعض المسائل المالية أو الأمور اللي إلها علاقة بالأموال المشتركة زي عقود أو قروض أو ديون أو ترتب وضع مالي معين لشيء له علاقة بالأموال المشتركة يعني أموال بينك وبين أشخاص فعشان هيك هاي الأموال ممكن اليوم يصير عليها خلاف أو نقاش أو حوار بتعلق في هاي المسألة فحاول أنك أنت ما تتزمت برأيك وما تصدر قرارات وبرضو راجع التفاصيل وحاول تحل الأمور بطريقة عقلانية أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة شيئا ما على مستوى الحوارات والاتصالات والأشياء اللي إلها علاقة بأشخاص خارج البلاد ممكن تنشط بمسألة علمية أو بحث أو دراسة أو اطلاع على مسألة معينة ممكن يلفت نظرك موضوع سياسي أو نقاش معين أهم شيء أنك في أثناء النقاشات ما تحتد وما تعصب اليوم لأنه تقريبا معظم الكواكب بلشت تأخذ منحنة اللي فيه نوع من أنواع السلبيات فحاول قدر الإمكان تكون مرن أما بالنسبة للبيت العاشر فطبعا بما أنه الجدي والزوايا اللي بشكلها فاليوم قصوصا موليد العشرية الثالثة بدهم ينتبهوا من أي شيء بإلو علاقة بتشويه السمعة ما تجازف وما تغامر وما تخالف القوانين ما تدخل بأعمال مشبوهة ما تختلق المشاكل ما تتأخر عن دوامك ما تفتح مواضيع نقاشية حدي ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء تقريبا على مستوى بيت الصداقة منقدر نحكي أنه روتيني يعني بتتعامل مع الأصدقاء والمعارف على طبيعتك صحيح أنه الأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابية في هذا البيت فممكن تنشط ببعض المسائل الإجتماعية أو تواصل مع بعض الأشخاص اللي أنت بتعرفهم ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة في هذا اليوم أما بالنسبة لبيت المتاعب فبدك تكون تقريبا حذر شوي لأنه نبت صحيح أنه سعيد ولكنه بتراجع فبيحط بعض الأوهام أو التخيلات أو الأشياء اللي إلها علاقة بالتقلبات المزاج بيخلي في عندك أردات فعل سلبية بتنزعج من بعض المسائل اللي إلها علاقة بالعمل تتوهم بعض الأمور اللي إلها علاقة بالصحة أو ممكن تشعر ببعض التعب أو المرض ولكن تتوهم أنه هذا مرض خطير أو مرض كبير برضو بيركز على أمور إلها علاقة بالأحلام وأضغاف الأحلام والتقلب بالمزاج والأرق الليلي برج الثور بالنسبة للبيت الأول بما أنه أورانوس اللي موجود فأورانوس بيعمل تقلبات في المزاج بيعمل نوع من أنواع الحدية وخصوصا أنه بدأ يعمل زوايا شوي فيها نوع من أنواع سلبية وخصوصا مع القمر فعشان هيك بيعمل تقلب بالمزاج بيعمل حدية بالطباع بيعمل أشياء يعني بتخليك شوي تكون منرفز في لحظات بالثور لحظات بترجع بتهدأ بتدخل بنقاشات بحوارات بتقلب مزاجك طول اليوم ما بين إيجابي وسلبي على أكثر من مستوى بالنسبة للبيت الثاني إلى أجواء تقريبا نقدر نحكي إنها جيدة على المستوى المالي فعشان هيك ممكن اليوم تهتم ببعض المسائل المالية أو الأرباح أو المكاسب ولكن منكو أشخاص رح يبذروا أموالهم على شغلات إلها علاقة بالتجميل أو أشياء لها علاقة باللباس مثلا بالثياب يعني يروح للأشياء باهط الثمن أو الأشياء المكلفة جدا حاول قدر الإمكان إنك يعني ما تبذر أموالك على الأشياء هاي ككل ركز على حسب قدر وضعك أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا فيها نوع من أنواع الحدية أو تقلب بالمزاج اليوم فعشان هيك العصبية بتكون ظاهرة بشكل كبير ردات الفعل بتكون سلبية ممكن يتقلب مزاجك على أكثر من محتوى اليوم ممكن تحتد وتعصب وبرضو بدك تنتبه أثناء القيادة وأثناء تحركاتك خوفا من الإصابات في منكو ممكن اليوم يهتم لموضوع بتعلق بأخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا على مستوى البيت بدك تكون حذر من بعض التقلبات اللي إلها علاقة بتقلب المزاج أو فرض السلطة أو السيطرة حاول قدر الإمكان ما تدخل بين قانا أشياء عنيفة أو ما تدخل بجدالات حاول ما تكبر الأمور نسق الأمور بشكل جيد ما بينك وبين أفراد العائلة الأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابية بتعمل نوع من أنواع التقارب الجيد ما بينك وبين أفراد العائلة إن التزمت بنوع من أنواع الهدوء أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنها جيدة على المستوى العاطفي ما زالت الأجواء بتعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الأحبة فممكن تنشط في مسائل إلها علاقة بلقاء أو خروجة مثلا أو فسحة أو أشياء إلها علاقة بأخ أو إلها علاقة بأحد المقربين أو الأحبة زي الإبن أو الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس بيتراكم العمل عندكم بدكوا تجدوا نوع من أنواع التعاون مع الزملاء ممكن يكون في فرض سلطة أو سيطرة على بعض الأصدقاء أو الزملاء في العمل حاول أنك تبعد عنها حاولوا أنكم تتحركوا وحافظوا على صحتكم حاول أنك تداوم في وقتك في مكان العمل بدون تأخيرات ما تلتهي ركز بأعمالك بشكل جيد الفترة هاي بتحمل نوع من أنواع الإنشغالات الكثيرة وممكن أنك ما تنجح في إتمامها كلها أهم إش أنك تنظم وقتك وحاول أنك ما تقصر بإنجاز أعمالك أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكي الأجواء تقريبا جيدة بالدعم من العلاقة ما بينك وبين الشريك وبتعمل تقارب جيد ممكن تعمل نوع من أنواع التفاهم أو النقاش العادي أو تتحاوروا على مسألة معينة أو تترافقوا في مشوار معين في منك رح ينشغل ببعض الملفات أو العقود أو بعض الأمور اللي إلها علاقة بأوراق أو معاملات قانونية أما بالنسبة للبيت الثامن برضو الأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى الأموال المشتركة فممكن تنشط في مسائل إلها علاقة في البنوك أو الضريبة أو التأمين أو أموال الغير أو مستردات مالية أو أشياء إلها علاقة بالميراث في منك رح يطلع على بعض المواضيع اللي كانت يعني مغيبة عنه بالفترة الماضية أو يكتشف أو يسمع سر معين أما بالنسبة للبيت التاسع فهنا بدك تدير بالك من العصبية والتقلب بالمزاج وخصوصا بعملية الأمور اللي إلها علاقة بالمؤسسات التعليمية أو بأشخاص خارج البلاد أو أثناء تنقلاتك على الشوارع المفتوحة انتبه حاول أنك تركز بشكل جيد أثناء القيادة وبرضو أثناء النقاشات إذا كان عندك امتحان أو مقابلة بدك تركز بشكل جيد ما ترتجل حاول أنك تكون مستعد بشكل كبير وسيطر على عصبيتك أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء تقريبا منقدر نحكي إنها جيدة بتساعدك على التواصل مع المحيط أو العلاقات الإجتماعية أو النشاطات أو المؤتمرات في منك رح يصير في بينه وبين أحد الزملاء تعاون أو ما بينه وبين رئيسه على إنجاز بعض المهام أو الأشياء الإيجابية وممكن يكون اتفاق على مسألة معينة عساس أنهم ينفذوها يعني الأجواء بتدعمك بشكل جيد على مستوى بيت السمعة أما بالنسبة لبيتك 11 بيت الأصدقاء تقريبا اليوم في نوع من أنواع هيك التقلب المزاج على مستوى بيت الأصدقاء ممكن أن تتخلي الأجواء روتينية شيئا ما تتعامل مع الأشخاص المقربين لإلك إذا اتصلوا فيك أو تتواصل من ناحية اجتماعية للمباركة مثلا أو المجاملة أو السؤال عن صحة أما بالنسبة لبيتك 12 يعني شوي بدك تكون حذر المريخ شوي بدك يعمل زوايا سلبية فهاي بتفتح بعض المجالات لأشخاص بتآمروا عليك بالخفاء أو بحاولوا أنهم يعني يفتحوا بعض المواضيع أو النقاشات أو يستغيبوك في بعض المسائل بدك تكون حذر من هاي النقطة الأماكن المجهولة حاول أنك ما تدخل لها ما تغامر وما تجازف برضو بدك تنتبه على مستوى العمل وبدك تنتبه على مستوى الصحة من بعض التقلبات الصحية برج الجوزاء طبعا بالنسبة للبيت الأول الأجواء تقريبا نقدر نحكي على المستوى النفسي متقلب شوي في بعض هيك التقلب بالمزاج اليوم صحيح الأجواء بتدعمك في بعض المسائل بتعزز بعض النقاط القوية إلك ولكن بدك تنتبه من ردات الفعل اليوم أو أنه تسمح لحد أنه ينكد عليك أو أنت بتذكر موقف أو موضوع معين فتحتد أو تتقلب في مزاجك حاول تشحن حالك بطريقة إيجابية لأن الأجواء إيجابية ما تسمح لأي شيء أنه ينكد عليك أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء على مستوى عطارد نقدر نحكي أنه فيها شوية سلبية اليوم فعشان هيك إما أنه بتكثر عندك المصاريف أو الدفعات أو بتهتم بمسائل مالية أو مراجعات لدفع حسابات أو تزديد ديون أو مطالبات مالية فعشان هيك الأجواء شوي ممكن تكون مربكة على المستوى المالي ممكن تظهر بعض المسائل المالية اللي شوي بحاجة للتركيز أو لترتيب الوضع ولكن إجمالا أنت بتقدر تسيطر على الأمور أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا تعمل نوع من أنواع التقلب بالمزاج أو الحدية بالمزاج أو ردات الفعل السلبية حاول قدر الإمكان أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية قدر الإمكان ما تستسلم لا أي استفزازات أي نقاشات حادي حاول أنك أنت تجادل بمنطقية وعقلانية أكثر انتبه أثناء تنقلاتك أثناء حواراتك حاول أنك تركز بشكل جيد وما تندفع وما تتهور صحيح الأجواء بتدعمك على مستوى النقاشات والحوارات وعندك سرعة بديها عالية ولكن حبيت أنبهك من السلبيات يبل ما أوصل لهاي النقطة أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت تقريبا الأجواء جيدة بالدعم من علاقتك برضو تعطي قدرة عالية جدا للتواصل ما بينك وبين أفراد العائلة فممكن اليوم تترافق في مسألة معينة أو تحلوا مسألة معينة أو تنشطوا بأمور العلاقة بالتصليحات والترميمات والأعمال المنزلية بشكل قوي أو تهتم بمسألة بتتعلق بأحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس طبعا اليوم تشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم يعني الفترة هي مناسبة لممارسة نشاط فني أو أدبي فترة استثنائية ورائعة بابتسم لك الحظ فيها وبتكون طرحتك كبيرة تهتم باستعادة موقعك وبتتحمس للبدء بتنفيذ مشروع طال انتظاره يعني الفترة هي بتحمل انفراج وخبر صار ولكن في بعض التحذيرات دير بالك من عملية فرض السيطرة أو السلطة أو القرارات اللي بتتحكم فيها بالأحبة ما تحاول انك تفرض شروط اليوم أو أوامر ولازم تتنفذ لأنه ممكن عند النقطة هاي شوي يصير فيه نوع من أنواع الخلافات أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقدر نحكي إنها جيدة على مستوى العمل تقدر تدير عملك تنجز أعمالك بشكل جيد عندك قدرة على إنجاز الأعمال وبرضو عندك قدرة على مراقبة الصحة ولكن بدك تنتبه لجهازك العصبي انتبه لمنطقة المعدة أو القلون أو التقلبات الصحية اللي بتجي على مستوى النفس أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء على مستوى بيت الشراكي جيدة بتعمل تقارب جيد ما بينك وبين الشركاء اليوم فهاي بتعزز نقاط خصوصا ما بين الأزواج للتلاقي على مسألة معينة أو حوار معين أو حل مشكلة معينة سابقة تحاول انك تنجزوها اليوم وتعمل تقارب ما بينك أو تلاقي على مسألة معينة دير بالك من القضايا القضائية بالفترة هاي صحيح أنه ممكن تصير لصالحك ولكن بدك تكون جاهز ومجهز أوراقك بالكامل أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء اليوم رح تضغطك بشكل كبير على مسائل اللي لها علاقة بالأموال المشتركة اللي هي الأموال اللي ما بتعود لك أو أموال الغير أو الأموال اللي لها علاقة بالقروض أو الديون أو البنوك أو التسهيلات حاول قدر الإمكان أنك ما تتلاعب بهاي الأموال أو تحاول أنك تذاكى رتب الأوراق بشكل جيد التزم بذفعاتك وبالتزماتك ابتعد وأحكم نفسك من النظر على أموال الغير لأنه هاي اللحظات شوي بتكون صعبة بتخلي يعني تزرع في داخل الإنسان شيء له علاقة بأحقية مال الغير إنه هذا المال أنا أحق فيه أو ممكن أحصل عليه بطريقة مشروعة أو غير مشروعة يعني بمعنى آخر هاي الزاوية منحذر فيها من الصابين عشان ما حدا يكتب لي شو قصدك من هذا الحقي أما بالنسبة للبيت التاسع فالبيت التاسع تقريبا نقدر نحكي أنه الأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى الاتصالات البعيدة وتواصل مع أشخاص خارج البلاد ممكن اليوم تنجز بعض الأمور أو يصلك خبر من خارج البلاد جيد ممكن تكثر عندك التنقلات والاتصالات اليوم من خصوصا ما بين المدن الكبيرة أو ما بين المدن البعيدة ممكن تنشط في أمور إلها علاقة بالإلكترونيات أو الاتصالات أو تطوير مسألة معينة مثلا أو الاهتمام بأمور إلها علاقة بوسائل نقل أو الطيران أو الأمور هاي يعني رح تهتم في هاي المسائل أما بالنسبة للبيت العاشر فهنا بنقول لك دير بالك اليوم نبتون بلش يعمل زوايا مش منيحة يعني شوي فيها سلبية فبدك تكون حذر على سمعتك ما تشوه سمعتك بالتصرفاتك ولا بكلامك ما تجازف ما تغامر ما تخالف القوانين ما تخلي الأوهام تسيطر عليك خلال هذا اليوم حاول أنك تلتزم حتى أثناء تعاملك مع زملائك أو رؤسائك بالعمل بدك تكون حذر دوم في وقتك ما تتغيب ما تتأخر وما تهمل أعمالك لأنه نبتون شوي اليوم رح يخليك تشك في إما في الأشخاص اللي إحنا ذكرناهم أو بسلوكياتهم أو إنهم بتآمروا عليك أو تدفعك لا تهور في بعض المسائل أما بالنسبة لابتك 11 فشوي اليوم بخليك عصب المزاج أثناء التعامل مع الأصدقاء فممكن تحتد أو تعصب من مسألة معينة أو من تصرف صديق أو من إهماله أو مثلا إنك تطلب المساعد منه فبيرفض حاول قدر الإمكان أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية تستغني عن الأشخاص حاول تعتمد على نفسك وبرضو تمسك عصبيتك من التهور في منك ورح يندفع أو يتهور وهو بتعامل مع الأصدقاء زي خروجي أو مغامرة أو مجازفي بفكرها إنها شغلة منيحة في الآخر تطلع الإشي هذا مش منيح وممكن إنه شوي يسبب أشياء أو مشاكل تشوه السمعة أما بالنسبة لابتك 12 فالأجواء تقريبا تحمل نوع من أنواع التقلبات أو التطورات على بعض المسائل اللي ممكن تظهر على الساحة إما أنه عمل جديد أو يوكل لك عمل صعب شوي أو أنه تقلبات على المسوى الصحي إلك أو لأحد الأحبة مرج السرطان طبعا موليد السرطان بدهم يركزوا معي كثير في الحكي اللي أنا بدي أحكيه لأنه تقريبا معظم الكواكب تعمل زوايا سلبية وإلها تأثيرات مباشرة عليكم فعشان هيك اليوم بتكونوا حذرين من ردات الفعل السلبية والعصبية والتقلب بالمزاج لأنه شوي اليوم مزاجكم توتر شوي في عندك عصبية حدية يعني في ردات فعل سلبية ممكن تظهر في أي لحظة حاول أنك ما تفرض سلطتك اليوم وما تكون عصب المزاج أحكم نفسيتك وتقلباتك النفسية أما بالنسبة للبيت الثاني فبدك تحذر من بعض المسائل المالية اللي ممكن تظهر خلال هذا اليوم إما أنها تدفعك لاستراف الفلوس أو للدفعات أو لمغامرات مالية حاول أنك ما تجازف وما تغامر صحيح أنها هي بتفتح بعض المجالات الجيدة اللي لها علاقة بالمكاسب المالية ممكن تحصل بعض المكاسب خلال هذا اليوم أو تزبط وضع معين مالي له علاقة بديون أو قروض أو مطالبات مالية ولكن حبك للتبذير أو للصرف أو الرغبة في مشترات بعض الأمور اليوم بتكون موجودة حاول تسيطر على هاي الأمور أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا جيدة على مستوى الاتصالات والحوارات والنقاشات وعندك سرعة بديهة عالية للإقناع وبرضو ممكن تهتم بموضوع إلو علاقة بالسيارة أو التليفون أو إلو علاقة بالجهاز العصبي في منك ممكن يهتم لموضوع إلو علاقة بأخ أو جار بشكل إيجابي أما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا هنا بتكونوا منتبهين الأمور البيتية اليوم يعني بتحتل قسط الأكبر من تفكيركم البيتية والعائلية بوسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة دون فرض السلطة والسيطرة والتحكم وفرض الرأي عليهم وما تعصب إذا عارضوك ممكن تضطر للإهتمام بتصليحات منزلية أو غيرها فلا تفقد الاتزان وثقة الأحبة ممكن تقلق بشأن صحة أحد أفراد العائلة أو ربما مسألة شخصية هاي الفترة بتحمل نوع من أنواع المصاريف الإضافية أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا على المستوى العاطفي جيد يعني هاي بتحمل لك نوع من أنواع التقارب أو المصالحة أو التلاقي على مسألة معينة بتتعلق فيك أو في الحبيب ممكن اليوم تفكر في مشروع أو في أمر أدبي أو فني أو هواية معينة إنك أنت تستحدثها ممكن تنطلق في مشوار معين أو فكرة بتكون جيدة خلاقة وبتعمل لك نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الأحبة أو ما بينك وبين الأبناء أو ما بينك وبين أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء برضو جيدة وبتدعمك على مستوى العمل فممكن تنجز أعمالك اليوم بثقة وقدرة عالية جدا عندك قدرة على إنجاز الأعمال والسيطرة ومخط ناضج تماما سرعة بديهتك عالية طريقة تعاملك جيدة بتكون ما بينك وبين أفراد اللي بيعملوا معاك بالعمل ولكن ذاك تكون حذر من نقطة فرض السلطة أو التدخل أو التحكم بهدول الأشخاص برضو الوضع الصحي صحيح أنه في بعض التقلبات بتأثر على الجهاز العصبي أو بتأثر على الأمور اللي إلها علاقة إما بتحسس الرئة أو بعض الإصابات اللي بتيجي بالأقدام أما بالنسبة للبيت السابع فموضوع بيت الشراكي المالي والعاطفي برضو اليوم رح يكون عليه علامة استفهام فبتكون تحذروا من النقاشات الحادة والحوارات الحادة فتح المواضيع القديمة تحميل الأخطاء أو الأعباء على الشريك محاسبته ومراجعة بعض المواضيع القديمة وأخطاء مواضيع قديمة زلت منه هو قصر في أعمال فما بينك وبين الأزواج ديروا بالكم من هاي النقاشات خلال هذا اليوم أو كيل الاتهامات لأنه شوي رح تعمل نوع من أنواع فرض السلطة وفرض السلطة اليوم لازم تتجنبوه لأنه رح يكبر الخلاف ورح يحدث مشكلة كبيرة ما بينكم وبرضو في حال أنه كان في موضوع له علاقة بالأوراق أو المعاملات القانونية بدك تكون مستعد ومجهز أوراقك ما تحاول أنك بالفترة هاي ترفع قضية لأنه مش لصالحك أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا منقدر نحكي أنها جيدة على مستوى الأموال المشتركة فممكن تنجزوا بعض المهام اليوم إلا علاقة بالبنوك أو الضريبة أو التأمين أو المشتريات أو الحسابات يعني نشاطاتكم عالية ممكن تساعدكم في بعض الأمور أو تقارب ما بينكم وبين بعض المسائل تحلوا أشياء كان صعبا أنها تنحل بالفترة الماضية الأجواء تقريبا إيجابية وبتدعمك بقوة فممكن اليوم الطالب بديون لإلك أو مستحقات لإلك أو تهتم بأمور إلها علاقة بالميراث مثلا أما بالنسبة للبيت التاسع فبدأك تكون حذر اليوم من تقلبات المزاج عندك أثناء اتصال أو تلقي اتصال أو موضوع من خارج البلاد يعني شوي ممكن أنه يخليك تحتد أو تعصب أو تتقلب في مزاجك في بعض النقاط ممكن تشجعك على الإطلاع على مواضيع إلها علاقة علمية مثلا أو دراسي أو لغة أو مواضيع إلها علاقة بالسفر أو بالطيران أو بالرياضة مثلا ممكن تهتم ببعض المسائل من هاي الأمور ولكن زي ما حكينا إذا كان عندك امتحان أو مقابلة بدك تركز بشكل جيد وما تعتمد على الحضوظ أما بالنسبة للبيت العاشر فهنا بنرجع للمريخ وهنا بدك تحذر لتشويه السمعة من مسائل تتعلق بتشويه السمعة زي مخالفة القوانين مجازفات مغامرات أعمال مشبوهة بتتقول على أشخاص ممكن يتسرب هذا الموضوع اتهام أشخاص ممكن يتسرب هذا الموضوع بعدين ينعرف أنه أنت تقولت أو عملت هاي الأشياء صحيح أنه أغلب السرطان ما عندهم هاي الأشي ولكن احنا منحذر من هاي النقاط خوفا من زلات اللسان ما تتدخل بشيء ما بعنيك في هاي الفترة وما تكي للاتهامات بدون أدلة أو إثباتات في مسألة وانا لها علاقة بالعمل جيدة خصوصا للي بيبحثوا عن عمل أو بدهم يعملوا اليوم بيقدروا يقدموا طلبات أو يعملوا مقابلات ولكن الأهم ما يحاولوا فرض السلطة على زملائهم أو رؤسائهم بالعمل خلال هذا اليوم أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء تقريبا متقلبة على مستوى بيت الأصدقاء ممكن تحمل لك بعض التقلبات بالمزاج أو الحدية بالطباع حاول أنك أنت شوي تمسك حالك ما تخلي يعني التقلب المزاج هذا يسيطر عليك ممكن تنشط ببعض المسائل بشكل إيجابي ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء يعني الأجواء تقريبا فيها نوع من أنواع الإيجابية لا إلك أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو بساعدك في كثير من الأمور اللي لها علاقة بإنجاز الأعمال فاليوم نشاطك رح ينصب غير البيت على مسائل عملية حل بعض الأمور اللي لها علاقة بالعمل مشروع جديد دعم جديد وبرضو رح تهتم ببعض المسائل الصحية أو يعني مراجعة طبيب أو قلق على صحة أحد الأحبة برج الأسد طبعا اليوم نفسيتكو برضو بشكل منتصاعد بتصير إيجابية بتحسوا أنه اليوم في عندكو طاقة أكبر حاول قدر الإمكان برضو روح التشاؤمية هاي وتغلب المزاج إنه إذا حدا خالفك بالرأي إنه تحتد وتعصب اليوم ما تحاول تفرض رأيك الأجواء تقريبا جيدة حاول تستفيد منها إيش عن حالك بطاقة إيجابية لتعوض الأشياء اللي فاتتك في الفترة الماضية أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا جيدة على مستوى الأمور المالية فممكن تحقق بعض المكاسب أو الدعم خلال هذا اليوم أو حل مسألة مالية أو الإطلاع على مسألة مالية معينة فممكن تنجزها بشكل جيد ممكن تهتم ببعض الدفع أو الاهتمامات أو تركيز على وضع مالي أو دعم مالي أو ترتيب وضع مالي إلى الفترة القادمة أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالدراسة والسفر والاتصالات بوسعكم اجتياز امتحان بتعززوا العلاقة مع أخ أو جار بتستوع بالظروف وبتتكيف معها بسهولة هاي فترة إلى التواصل جيدي وبناءة وخصوصا مع الآخرين بتتمتع بنشاط ظهني وممكن يسمح لك بالمنافسة القوية أهم إش أنك ما تضيع الفرص والأهم من هيك ما تحاول فرض وجهة نظرك أو تتزمت على رأي معين أو اتعند في بعض المسائل أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء جيدة على مستوى البيت برضو بتعمل نوع من أنواع التقارب الجيد أو يعني الاهتمامات البيتية أو العائلية أو الأمور اللي بتتعلق في أمور إلها علاقة بمشتريات أو ديكور أو ترتيب أو تصليحات إلها علاقة بالبيت يعني ممكن تظهر بعض المسائل هاي ولكن الأهم إنك ما تحاول إنك تفرض رأيك على أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي تقريبا الأمور جيدة برضو بتجمع ما بينك وبين الأحبة أو بتعمل تواصل جيد ما بينك وبين الحبيب ممكن اليوم تنشط في أمور فكرية أو قرار معين أو موضوع إلها علاقة بالنشاط الفكري يعني بساعدك في بعض المسائل وممكن يكون لك تعامل مع أخ أو مع جار أو مع أحد الأحبة اللي هم الحبيب أو أحد الأبناء أو أحد الوالدين يعني تتناقشوا في مسألة أو تحاولوا تحلوا مشكلة معينة أما بالنسبة للبيت السادس فهنا بدكوا تحذروا على مسائل إلها علاقة بالعمل فممكن يتراكم عندك عمل معين أو ما تقدر تنجز كل أعمالك أو تلزم حالك بعمل معين فما تقدر تكمله للآخر حاول إنك لو بتعمل ساعات إضافية ما تخلي أعمالك تتأجل لليوم الآخر وبرضو بدك تنتبه على صحتك من بعض التقلبات الصحية أو الأمور اللي ممكن تحدث لك بعض المشاكل الصحية وفي المقابل حاول إنك ما تفرض سلطتك أو رأيك على الأشخاص اللي بيشتغلوا معك أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا جيدة على مستوى بيت الشراك المالي والعاطفية فبتحمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الشركة بالشريك شريك المال أو ما بين الأزواج أو حل مسألة معينة أو تقارب في وجهات النظر أو الاتفاق على مسألة معينة ولكن ما تسمع لتقلبات المزاج أول حساسية تاعتك إنها تحدث مشاكل أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنه فيها بعض المخاوف أو بعض الترتيبات أو الالتزامات أو رغبة في أموال الغير رغبة هاي بتيجي إما لعملية الحصول على أموال غير مشروعة أو رغبة باستخدام الذكاء للتوصل لبعض الدعم المالي يعني شوي هاي بدك تكون حذر منها لأنها بتحدث بعض الفروقات أو المشاكل أو التقلبات بالمزاج طبعا مش كل موليد برج الأسد عندهم رغبة بأموال الغير ولكن في قلة ممكن إنه يكون عندهم ضعف معين أو ظروفهم تجبرهم على إنهم يفكروا في هاي المسائل أو النصابين يعني بمعنى آخر ممكن إنه يكون هذه من كل الأبراج ممكن تكون موجودة ولكن تكونوا حذرين إنه هاي الفترة مش مناسب لهذه الأمور أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا ضاغطة وعصبية وحدة جدا على مستوى الأمور اللي إلها علاقة بالدراسة أو بالنقاشات أو بالحوارات أو بالأشياء التعليمية أو المؤسسات التعليمية أو مسائل السفر أو مع أشخاص يعني أجانب عنك فممكن في لحظات تحتد وتعصب وعصبيتك تصير عالية جدا حاول قدر الإمكان تحكم نفسك وما تعصب وتكون هادي على الآخر لأنه الأجواء مش لصالحك بالفترة هاي إذا كان عندك امتحان أو مقابلة بدك تركز بشكل جيد حاول تعرف قدراتك قبل ما أنت تغامر بمسائل ممكن تكون شوي صعبة عليك أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء تقريبا تحدث بعض التقلبات على مستوى بيت السمعة فعشان هيك منقول لك ما تخالف القوانين حاول تركز بشكل جيد الفترة هاي من تقلبات أورانوس على مستوى السمعة فممكن تهدد سمعتك ببعض الكلمات أو تتفوه بأشياء بدون ما تكون مركز مظبوط بدك تركز بشكل جيد أثناء تعاملك مع زملائك رؤساك بالعمل لك تكون حذر ما تفاقم المشاكل وبرضو إنجز أعمالك بوقتها وما تتأخر عن دوامك أما بالنسبة لبيتك 11 فتقريبا الأجواء منقدر نحكي إنها جيدة على مستوى العلاقات العامة والأصدقاء فممكن يتوجه لك الأماكن بالفترة هاي الكل بده يلتم حواليك أو بده يستقطبك لجانبه حاول إنك أنت تعاول توفي ببعض الأمور اللي ممكن تكون لمصلحتك ومصلحة غيرك فإذا طلب منك مساعدة حاول ما تقصر برضو وإذا أنت طلبت مساعدة حاول تعرف من مين تطلبها أما بالنسبة لبيتك 12 فهنا بدك تكون شوي حذر من بعض التقلبات على مستوى بيت المتاعب بعض الأعمال أو المفاجآت في مكان العمل وبرضو بتحدث بعض التطورات أو الأشياء اللي إلها علاقة تطور مسألة صحية بالفترة هاي بتكون بحاجة للرقابة وبحاجة للاهتمام بشكل أكبر ومراجعة الطبيب أو أخذ فترة من الراحة ابتعد عن الضوضاء وبرضو ما ترهق حالك كثير برج العذراء على مستوى البيت الأول تقريبا الأجواء جيدة يعني نفسيتك ممتازة مشحون بطاقة عندك قدرة على إنجاز المهام ثقتك بنفسك عالية بتصدر قرارات لنفسك بتحاول أنك تتجاوز الفترة هاي بأقل المخاسر بتأقلم وضعك بشكل جيد مع الظروف الراهنة عندك قدرة على الإدارة عالية جدا هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء على المستوى المالي تقريبا نقدر نحكي أنه فيها بعض الإيجابية فيه فرص لمكسب مالي بيكون على الأغلب من عمل إضافي منكم ممكن يحصل أو يحصل على هدية أو جائزة بتتركز الأمور على الأمور المالية ممكن اليوم تقلق لمصاريف طبية أو استشفائية طارئة ناقش العقود والمعاملات الإدارية بتأني ودقق بالتفاصيل ممكن ترغب بمساعدة أحدهم وتقوم بمبادرة خيرة أهم شي أنك تركز على مصاريفك وكثرتها أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا جيدة على مستوى الاتصالات والمواصلات والتنقلات والحوارات عندك سرعة بديهة عالية وبرضو مقنع بشكل كبير خلال هذا اليوم عندك رغبة للانطلاق والتحرك ممكن اليوم تنشط في أكثر من مسعى مع بعض باتصالاتك أو بحركتك أو بالنشاط البدني حتى غير الفكري يعني تقريبا الأجواء بتدعمك بقوة اليوم وبتساعدك في كثير من الأمور وممكن يكون لك تعامل مع أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت برضو جيدة يعني بتعزز من بعض النقاط القوية أو التلاقي ما بينك وبين أفراد العائلة فممكن اليوم اجتماع عائلي أو لقاء عائلي أو مسألة بتتعلق ببعض الشغلات الضرورية اللي لها علاقة بالبيت أو أفراد البيت فممكن اليوم تهتم بمشتريات أو أمور محاسبية منزلية أما بالنسبة للبيت الخامس فهنا بدك تكون حذر بالحظ ما بيدعمك اليوم في كثير من المسائل وبرضو بعمل نوع من أنواع التقلبات بالمزاج أثناء تعاملك مع الحبيب حاول ما تفرض سلطتك ولا رأيك ولا تتحكم فيه ولا تملي الشروط لأن الأجواء ما راح تكون لصالحك خلال هذا اليوم وممكن تحدث بعض الخلافات اللي أنت بيغنع عنها أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا منقدر نحكي إنها جيدة على مستوى العمل فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وممكن يكون لك بعض الاهتمامات على مستوى الوضع الصحي أو التقلبات الصحية أهم شيء أنك أنت تراعي الأمر للعمل والصحة أما بالنسبة للبيت السابع هنا المخاوف والشكوك اليوم راح تزيد عندك أكثر راح تتوتر تقلق تشك تعمل خلاف ما بينك وبين الشريك ممكن بسبب ردات الفعل أو بسبب يعني أنه ما في دليل عندك لمواجهته أو مهاجمته فحاول قدر الإمكان أنك ترخي أعصابك شوي ما في داعي لتوترات أكثر يعني حاول أنك أنت تهدي حالك ما بتعرف الأيام الجاي ممكن تكشف لك حقائق معينة يعني تخليك تتخذ قرار ولكن ما تتخذ قرار بدون دليل يعني حاول مش على الإحساس الفترة هاي الإحساس في أغلب الأوقات بكون خاطئ برضو ابعد عن الأوراق القانونية وعن القضايا القضائية بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا بتضغطك بشكل كبير اليوم وبتحدث بعض المفاجآت على المستوى الأموال المشتركة فممكن تظهر بعض المسائل اللي إلها علاقة بالأموال المشتركة تكون مش لصالحك ممكن تتسرع ببعض الأشياء فتتغرم ممكن تهتم ببعض الأمور اللي فقدت أو انتصب عليك أو انسرقت منك أو ضاعت منك تحاول تبحث عنها أو تستردها بالفترة هاي ولكن بدك تحذر منها ردات الفعل السلبية والعصبية أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا متقلبة على مستوى الاتصالات الخارجية أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد اليوم مزاجك مش بكامل قوته فممكن تحتد وتعصب ويتقلب مزاجك على أكثر من مرحلة ممكن تكون نشط في بداية النهار في مساء المعينة إلها علاقة بالدراسة أو بحث معين أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد ولكن فجأة يبطل عندك رغبة في كل هاي الأمور يعني تقلب المزاج هذا ممكن يسيطر أو يأثر عليك وخاصة أثناء تعاملك في أمور إلها علاقة بالأجانب أو المؤسسات التعليمية أو أشخاص خارج البلاد على مستوى بيت السمعة فبتعزز من سمعتك بشكل قوي خلال هذا اليوم وبرضو بتنجز بعض الأشياء الجيدة على مستوى العمل فممكن اليوم يحمل لك إما عمل جديد أو مقابلي أو لقاء أو نقاش أو يعني جواب على مسألة كانت محيريتك أو مقلقيتك بالفترة الماضية إجمالا الأجواء جيدة ولصالحك أما بالنسبة لبيتك 11 فتعطارد شوي ممكن يعمل بعض التقلبات بالمزاج عندك اليوم فممكن تحتد أو تعصب على صديق أو بسوء تعامل صديق أو أنه بادر بمسألة معينة فاستفزتك هاي المسألة تدخل في شؤونك يعني حاول قدر الإمكان ما تعمل خلافات أو ما تكبر الخلافات ما بينك وبين الأصدقاء صحيح أنه في بعضك رح يتوجه له دعوة لحضور حفلة أو مناسبة ولكن ما يستاء من تصرفات الموجودين أما بالنسبة لبيتك 12 فالأجواء تقريبا ضاغطة من بيت المتاعب فعشان هيك بتأثر عليك على مسألتين اللي هو العمل والصحة بتحدث بعض المشاكل أو التعطيلات أو أشياء مفاجئة أو تقلبات مفاجئة على مستوى العمل وعلى مستوى الصحة وممكن تقلق على صحة أحد الأحبة برج الميزان طبعا بما أنه القمر لليوم الثاني موجود عندكم ولكن الإشي المؤسف أنه القمر بعمل زوايا سلبية اليوم كثيرة صحيح أنه بشحنكم وبعطيكم ثقة من نفس اليوم وبتنجحوا بالدفع بمصالحكم لكن في تقلبات واضحة رح تكون عندكم بالمزاج خلال هذا اليوم حاول أنك أنت تنجز الأشياء بشكل جيد تركز في كل أمورك ما تخلي تقلبات المزاج أنها تأثر عليك بشكل سلبي لأنه في عندك عصبية وردات فعل سلبية خلال هذا اليوم ممكن بعضكم يبتسم له الحظ في بعض المسائل ممكن تهتم باستعادة موقعك تتحمس لبدء بتنفيذ مشروع طال انتظاره ولكن بدك تكون حذر من أنه القمر بشكل بعض الزوايا اللي شوي بتخليك تصدر بعض القرارات اللي ممكن تكون غلط أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء جيدة على المستوى المالي ممكن تحصل بعض المكاسب المالية من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم الأجواء إيجابية وبتدعمك بقوة فممكن اليوم تعوض بعض المسائل المالية ولكن ابتعد عن المصاريف أو الدفعات للزيادة أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنها جيدة على مستوى الاتصالات والحوارات والتنقلات فكريا أنت نشط جدا عندك سرعة بديهة عالية بتقدر تتجاوز كثير من المسائل الصعبة خلال هذا اليوم برضو بحواراتك أنت لبق جدا وابتصل للقلب بسهولة أما بالنسبة للبيت الرابع وأنا بدك تكون حذر جدا من فرض الرأي أو السلطة خصوصا على أفراد العائلة ما تحاول أنك تملي شروط بأوقات أنت ممكن تكون معصب أو زعلان فيها أو حادة طباع فيها فتفرض شروط أو تعصب على أحد أفراد العائلة أو تخلق مشكلة في البيت من لا شيء ما في داعي لهاي الأمور حاول أنك تكون لو روتيني أجل ما فيها ولكن ابتعد وحكم نفسك أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا جيدة وبتعمل تقارب جيد ما بينك وبين الحبيب فممكن اليوم يعني تفكر في مسألة إلها علاقة بهواية إلها علاقة بشغلة فكرية أدبية كتابة مثلا أمور فنية زي برضو التجميل قصة الشعر الشغلات هاي كل آياتها بتقع في نفس البيت الخامس فالأمور جيدة وبتقارب ما بينك وبين الأبناء والأحبة وأفراد العائلة وخصوصا الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء شوي بقى فيه نوع من أنواع الشكوك أو علامات الاستفهام على إشئة العلاقة بالعمل أو الصحة بدك تراعي المسألتين هذول تهتم بعملك تنجزه على أكمل وجه ما تتشكك وما تتخوف وفي نفس اللحظة من التقلبات الصحية أو الأوهام أو الوساوس ما تخليها تسيطر عليك خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء اليوم فيها نوع من أنواع الحدية أو العصبية أو فرض الرأي أو التزمت على رأي أو التصلب على رأي فبدك تدير بالك من كل المسائل هذه وخصوصا أثناء تعاملك مع الشركاء شركاء المال أو العاطف اللي هم الأزواج برضو ابعد عن القضايا القضائية والأوراق القانونية بالفترة هاي قدر الإمكان وإذا كان عندك قضية حاول أنك تجهز أوراقها بشكل جيد لأنه اليوم تحديدا مش مناسب لأي مواجهات أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا يعني بتحدث بعض التقلبات أو أشياء مفاجئة لها علاقة بالأموال المشتركة إما أنه بتجيب لك فرص لأموال أو لأشياء ما كنت متوقعها بالفترة الماضية فاليوم تنحل وتيجي لعندك أو تتعطل بعض المسائل اللي كنت واثق بأنها جيدة ولكن بتصير مفاجئة إنها بتتأجل للفترة القادمة السبب أنه أورانوس هو صاحب المفاجئات فعشان هيك يا أبعطيك إيجابي يا أبعطيك سلبي أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا نقدر نحكينها جيدة على مستوى أمور الاتصالات البعيدة الدراسة البحث أو بحث عن مسألة معينة اطلاع على موضوع حب للخروج والنزه والسعادة يعني الأشياء اللي فيها هيك تغيير الأجواء تقريبا جيدة لإلك ممكن تهتم ببعض المسائل العلمية والنقاشية ولكن أثناء النقاشات حاول أنك أنت ما تتزمت برأيك أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء بتحدث بعض التقلبات على مستوى عطارد يعني ممكن اليوم شوي تحتد أو تعصب على أحد المعاونين أو الأشخاص اللي بيشتغلوا معاك أو اللي فيما نفس مكان العمل فحاول قدر الإمكان ما توجه انتقادات وما تحتد وما تعصب وما تملي يعني شروطك بطريقة هيك تكون عنيفة شوي حاول أنك تكون مرن إنجز أعمالك بوقتها ما تجازف وما تغامر وما تخالف القوانين أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء يعني بتحملك بعض اللقاءات الجيدة اليوم للتلاقي مع الأصدقاء أو حوار معين أو فسحة مثلا أو تغيير الجو ممكن تنشط ببعض المسائل اللي إلا علاقة بالدعوات الاجتماعية أو اللقاءات الاجتماعية أو الزيارات أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء تقريبا جيدة ما في أي شيء بخوف ممكن يصير بعض الاهتمامات على المستوى الصحي أو أمور إلها علاقة بالعمل ولكن إنه مش هالشيء الضاغط بالنسبة لبيت المتاعب ممكن تحملك قلق على صحة أحد الأحبة أو رغبة بالتواصل مع شخص إليك فترة ما توصلت معه برج العقرب طبعا بالنسبة للوضع النفسي اليوم متقلب شوي بيخليك شوي تبعد عن الأضواء تحب إنك تخلي الأجواء روتينية ما عندك الرغبة اليوم للاحتكاك القوي ممكن بس الأشياء اللازمة أو الضرورية أو المهمة هي اللي تبادر فيها بتحس إنه طاقتك ضعيف اليوم شوي فيه هيك ممكن تظهر بعض المتاعب النفسية أو الجسدية عندك أو القلق على مسائل معينة بس هي فترة اليوم بكرة القمر رح يكون عندك بشحنك بطاقة إيجابية وبعوض لك هاي الضغوطات أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا نقدر نحكينها جيدة على المستوى الأمور المالية فبتحقق لك بعض المكاسب اليوم أو بعض الاهتمامات المالية أو ممكن تبادر فيه أمر مالي بشكل جيد ويكون لصالحك المهم أنك حاول تقلل بس من المصاريف الزائدة أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا بدك تكون حذر أثناء نقاشاتك حواراتك ردات فعلك العصبية والقرارات المتسرعة تسرع الفترة هاي مش لصالحك فعشان هيك ممكن أنت تصدر قرار صحيح ولكن يكون مش بمكانه بعد فترة تتحمل عواقب هذا القرار فركز بشكل جيد ما في داعي للإندفاع ولا للتهور الشغلة بدها بس إعادة ترتيب أو إعادة جدول إلى بعض الأمور وبتمشي الأمور بشكل جيد أثناء تنقلاتك وحواراتك حاول أنك ما تندفع وما تتهور وما تختلق المشاكل أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت تقريبا جيدة بتعمل في تدعيم علاقتك أو علاقتك مع أفراد العائلة أو اهتمامات بيتية منزلية نقاشية مثلا تزبيطات ترتيبات اهتمام بمشتريات مثلا أعطاء المنزلية بتهتم فيها وتقارب وجهات النظر ما بينك وبين أفراد العائلة ممكن تهتم فيها بشكل كبير أما بالنسبة للبيت الخامس فنيبتون هو ملك الأوهام أو ملك الأفكار فبما أنه بتراجع فهو بيأثر عليك على مسائل أنه بيخلي خيالك بروح بالاتجاه السلبي أفكارك على الاتجاه السلبي حتى الكتاب والروائيين بيقدروا يكتبوا عن المآسي بالفترة هاي لأنه الطاقة السلبية أو شحن الطاقة السلبية بيكون عالي جدا اللي على علاقها عاطفية بالفترة هاي بتزيد الشكوك عندهم أو الأوهام أو الأمور اللي إلها علاقة بتصرفات الأحبة بتكون فيها نوع من أنواع الأفكار بالغدر والخياني والأمور اللي هي تآمر عليك استغلالك هاي الأشياء كلها بتكون ظاهرة على الساحة طبعا نبتن بعطيه هو الطاقة السلبية العالية جدا الآن هذا صحيح مش صحيح على حسب علاقتك أنت والشخص شو هو ولكن هو بعزز هاي النقاط عندك حتى بيخليك تشك في أحد الأبناء في أحد الوالدين بالناس بتتآمر حواليك يعني هاي الأمور كلها أما بالنسبة للبيت السادس فالمريخ طبعا بيضغط بشكل كبير لأنه بلش تسوي زوايا التربيع مع برج الجدي فعشان هيك تظهر بعض العقبات إلها علاقة بالعمل مشاكل بالعمل ممكن تتعرض لبعض المسائلات تخطئ في ملف معين لأنه مثلا ما ركزت فيه بشكل جيد ممكن تصير خلاف ما بينك وبين أحد زملائك في مكان العمل وبرضو بيحدث بعض التقلبات على المستوى الصحي الحدية اللي بتيجي بسبب التعب وخصوصا بيركزه بما أنه إله علاقة بالبرجين فالحمل بيأثر على الرأس يعني زي الصداع وشد العضل والأمور هاي والجدي بيجي على المناطق اللي هي اللي إله علاقة بالركب إله علاقة بتحسس الرئة إله علاقة بمنطقة الصدر تحديدا يعني هاي المناطق بتكونوا حذرين منها أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنه شوي الأجواء متقلبة أثناء تعاملكم مع الشركاء شركاء المال شركاء العاطفي يا إما العلاقة جيدة وممتازة وابتصل لمرحلة التفاهم العالي جدا ما بينك وبين الشريك بالفترة هاي يا إما موقف صغير ممكن يقلب الموضوع ويخلي الحياة جحيم ما بينك وبين الشريك أو ما بين الأزواج بسبب سوء التفاهم والحساسية وردات الفعل السلبية فبتكنوا تكونوا حذرين برضو من النقطة هاي ممكن تظهر بالفترة هاي أوراق قانونية أو أمور إله علاقة بالقضاء لبعضكم طبعا أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء جيدة على مستوى الأموال المشتركة فممكن تهتموا ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالقضايا المشتركة إلها علاقة بأمور إلها علاقة ببنوك ضريبة تأمين أقصات سداد ديون غرامات أشياء من هذا القبيل فممكن يكون لكم بعض الاهتمامات فيها أو تحصلوا بعض المكاسب المالية من خلالها أما بالنسبة للبيت التاسع فشايف الأجواء أنا تقريبا تقلبات عطارد شوي ظاهرة على الساحة اليوم أهم شيء ما تخليها تسيطر عليك ممكن تنشط ببعض المسائل الفكرية أو تحل بعض المسائل المعقدة اليوم أو تنشط بدراسة موضوع أو نقاش معين أو حوار معين ولكن بدك تنتبه من فرض الرأي أثناء النقاشات والسلطة والتحكم وبرضو ما تندفع أثناء كتابتك أو جوابك أو أثناء مقابلة مثلا أو امتحان ما تتسرع لأنه تسرعك هذا ممكن يخليك توقع بالغلط أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء تقريبا بنقدر نحكي جيدة على مستوى بيت السمعة بتعزز من سمعتك ومن علاقاتك ممكن اليوم تنشط ببعض المسائل اللي تحل فيها بعض الأعمال المتراكمة ممكن تحل مسائل كانت معقدة بالفترة الماضية ممكن تتعاون أنت وبعض أشخاص تحلها برضو بتساعدك لتدعيم علاقاتك مع زملائك ورؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء تقريبا بنقدر نحكي إنها جيدة يعني بتدعم من علاقاتك ما بينك وبين الأصدقاء ممكن تنشط بمسائل يعني تكون لصالحك خلال هذا اليوم وممكن يتوجه لك دعوي لحضور حفلي أو مناسبة أو لقاء يعني بتساعدك الأمور وبرضو بتعمل الأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابية أما بالنسبة لبيتك 12 طبعا بيت المتاعب برضو جيد بساعدك على إنجاز بعض الأعمال حاول أنك ما ترهق حالك كثير حاول أنك تأخذ قصد كافي من الراحة لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب فعشان هيك التعب أو الملل بسيطر عليكم اخلدوا للراحة وحاولوا فقط إنجاز ما بوسعكم من عمل عاجل بسود سوء التفاهم بتخف وتيرتك وبتشعر بالملل ممكن تتأخر بعض المعاملات أو تلغى ممكن ترغب في الابتعاد عن الأجواء الصاخبة يعني الفترة هاي بتعطي طاقات سلبية بسبب تواجده في بيت المتاعب قولنا بكرة القمر بيصل عندك بتصير الأجواء أحسن وممكن تعوض كثير من المسائل هاي برج القوس طبعا اليوم الأجواء تقريبا نقدر نحكي إنها جيدة على المستوى النفسي يعني شوي مشحنين بطاقة أكثر عندكم رغبة لإنجاز كثير من الأمور نفسيتكم أحسن من الأيام الماضية يعني مشحنين بطاقة إيجابية حاولوا تستغلوا اليوم بإنجاز الأعمال الضرورية والمهمة لأنه بكرة القمر رح ينتقل العقرب يعني بيت متاعبكم فالفترة القادمة فيها نوع من أنواع الإحباطات أو الأشياء الضغطة عليكم نفسيا وجسديا أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا يعني شوي تحدث بعض المشاكل أو لسه ما زالت الضغوط ظاهرة على المستوى المالي الرغبة بالإصراف موجودة التفكير لحل وضع مالي أو تحسين الوضع المالي هو اللي بسيطر عليكم بالفترة هاي أهم إشي أنكم تقللوا من مصاريفكم قدر الإمكان أما بالنسبة للبيت الثالث فاليوم تقريبا الأجواء جيدة برضو بتدعمكم على مستوى الحوارات والاتصالات والتنقلات وحواراتكم مع أشخاص خارج البلاد أو داخل البلاد بتنشطوا بكثير من المواضيع الإيجابية اللي بتساعدكم وبتعزز علاقتكم مع أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت ممكن اليوم تحمل نوع من أنواع التقلبات بالمزاج أو حدية بالطباع أو توتر من مسألة عائلية معينة أو نقاش بموضوع معين يوتركم أو يخليكم تحتدوا في تصرفاتكم حاول أنك ما تتزمت برأيك ما تفرض وجهة نظرك ما تحاول أنك أنت تتحكم بالأشخاص أو تحاول تمشي قراراتك بطريقة عنيفة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي اليوم شوي فيها نوع من أنواع السلبية عصبية حدية محاولة فرض الرأي التدخل بشغون الحبيب الإنزعاج والتعبير عن رأيك بحدية برضو تزمتك على رأي قراراتك الخاطئة بالفترة باتجاه الحبيب ممكن أنها تكبر الخلاف أو تعمل خلاف كبير ما بينك وبين الحبيب وتكبر الفجوة بشكل أكبر ممكن برضو هذا الخلاف يكون مع أحد الأبناء أو أحد الوالدين فبندك تحكم حالك قدر الإمكان أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا جيدة على مستوى العمل تحدث بعض المفاجآت اللي ممكن يكون إيجابية أو سلبية ولكن الأغلب أنه في نوع من الإيجابيات فبتنجز أعمالك بشكل جيد وبرضو الإهتمامات الصحية ولكن أورانوس لازم يعمل لمسة فهي يحدث أعمال كثيرة عندك أو مشكلة في العمل أو يحدث لك بعض التقلبات الصحية اللي بتكون بحاجة للرعاية أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء جيدة على المستوى العاطفي أو تقاربك ما بينك وبين الشريك اليوم يعني بتعمل مزاجي جيد أو مزج جيد بالتعامل ما بينكم ممكن تتفاهموا على مسألة معينة ممكن تحلوا مسألة معينة ممكن تتقاربوا بوجهات النظر ولكن الأهم أن الأوراق القانونية والمعاملات اللي إلها علاقة بالقضاء بتكون لصالحك بالفترة هاي إذا كنت أنت جاهز أما بالنسبة للبيت الثامن تقريبا الأجواء يعني بتعمل نوع من أنواع تقلبات على الوضع المالي أو الأموال المشتركة ممكن تنشط أنت بوضع حل معين أو اهتمام بحل مسألة مالية مشتركة أو أمور لها علاقة بالبنوك أو الضريبة أو التأمين أو ديون لإلك أو مستردات مالية ولكن شوي ممكن أنه عطارد شوي خربط بعض هاي الأشياء ما يجيبها بالسهولة فكرر المحاولة عشان الأمور تصير لصالحك أما بالنسبة للبيت التاسع فالشمس طبعا موجودي ولكن أنه بتشكل اليوم بعض الزوايا اللي فيها نوع من أنواع السلبية بتحدث خلافات أو بتجيب لك خبر من خارج البلاد شوي بكون مش ميح ممكن يزعجك ممكن شوي يوترك يخليك تقلق بمسألة شخص معين تصير تفكر فيها أكثر برضو أثناء النقاشات والحوارات بتكون متسرع عند الامتحانات بتتسرع بالإجابات حاول أنك تكون شوي تمسك حالك من الاندفاع والتهور اليوم لأنه الشغلة بدها تركيز أكثر وحل أكثر لكثير من المسائل أما بالنسبة للبيت العاشر تقريبا بيت السمعة جيد بيدعمك فممكن اتعزز من سمعتك وتدافع عنها وبرضو في نفس اللحظة بتثبت وجهة نظرك وبتناقش بقوة وممكن يصير فيه نوع من أنواع التعامل ما بينك وبين زميلك أو رئيسك بالعمل بشكل إيجابي أما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم بتنشطه اجتماعيا وتسعده في لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم منكم ممكن يتلقى دعوة لحضور حفلة أو مناسبة اتجنب العناد وكون أكثر انفتاح على أراء ومواقف الآخرين ما تتكاسل وبادر لتصحيح الأخطاء واستعادة موقعك ما بناسبك البقاء وحيد ولا بناسبك كمان فرض وجهة نظرك أو تحكمك بالأصدقاء أو الناس اللي حواليك أما بالنسبة لبيتك 12 فالأجواء بيت المتاعب تقريبا منقدر نحكي اليوم إيجابية يعني بتساعدك في إنجاز أعمالك بمراقبة صحتك الحفاظ على نفسك بتعطيك شوية حيوية قوية يعني ممكن أنك أنت تتجاوز بعض المصاعب من خلالها برج الجدي طبعا بالنسبة للبيت الأول اليوم نفسيتك حدي جدا عصبي متقلب بالمزاج برضو ردات فعلك عنيفة صوتك عالي بالنقاشات بالحوارات ممكن نتعصب بسهولة وتنرفز بسهولة وبرضو الأجواء مش لصالحك ومش داعملة إليك فبتحدث بعض التقلبات على المستوى النفسي أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا منقدر نحكي أنه فيها نوع من أنواع الإيجابية على المستوى المالي فممكن تحل بعض المسائل المالية أو تحصل على بعض المكاسب المالية اللي بتيجي عادة من عمل إضافي أو نوع من أنواع الدعم أو المساعدات أو المستحقات أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا منقدر نحكي أنه يعني بتأثر عليك نفسيا بالشقوق لك خايف بتظلك متقلب بالمزاج بيظل فيه حدية بالطباع شوي تقلبات المزاج هاي ممكن تأثر عليك هذا اليوم لا تخاف ولا تتوتر وناقش بحرية برضو ممكن توصل وجهة نظرك بشكل جيد ودقيق اليوم مع الاشخاص اللي انت بتحاورهم ممكن تنشط بالاتصالات والحوارات ولكن مش بالقدرة او القوة اللي كانت في الفترة الماضية اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء تقريبا بتضغطك على مستوى البيت فعشان هيك بنقولك ما تحاول تفرض رأيك ما تصدر قرارات ما تتزمت برأيك اثناء تعاملك مع افراد العائلة ممكن تعصب او تحتد من تصرفاتهم او تستاء من تصرف احد افراد العائلة فشوي هذا يخليك تتصرف تصرفات فيها حدية او عصبية امسك عصابك قدر الامكان ما تندفع وما تتهور اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء تقريبا نقدر نحكي انه فيها نوع من انواع يعني التفاهم المش نحكي 100% جيد ولا السلبي 100% ولكن بخلي فيه نوع من انواع التفاهم ما بينك وبين الحبيب خلال هذا اليوم الاجواء بتكون متقلبة يعني سبب اورانوس دائما بيحدث مفاجئات يا اما العلاقة 100% بترجع علاقة بشكل مفاجئ وبتتواصل بشكل جيد ما بينك وبين الاحبة يا ما بتظهر مسألة بسيطة ولكن انت بتفاقمها وبتكبرها وبتسوي خلاف حاد جدا ما بينك وبين الاحبة اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء تقريبا جيدة على مستوى العمل فممكن تنجز بعض الاعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن يكون لك بعض الاهتمامات لبعض النتائج الصحية وممكن تشعر بالتعب او الوهن في بعض الاوقات ولكن انه الاجواء ما بتخوف كثير ممكن اشياء يعني مرضية عارضة اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء تقريبا متقلبة على مستوى بيت الشراك اليوم معطارد شوي ممكن يسبب بعض النقاشات او الحوارات او فرض الرأي او السلطة او التحكم بعضيك نزعة لاصدار القرارات ممكن نقاشاتك شوي يكون فيها هيك نغمة حادة حاول قدر الامكان انك ما تحتد وما تعصب وخلي في نوع من انواع التوازن اثناء تعاملك ما بينك وبين الشريك اليوم وخصوصا ما بين الازواج اما بالنسبة للبيت الثامن فطبعا الشمس موجودة بتعزز بعض النقاط اللي لها علاقة بالاموال المشتركة ممكن اتعطي المسألة معينة او تأخر معامل معينة او قرار معين خلال هذا اليوم بتعلق في الامور المالية المشتركة كقرض او مساعدة او دعم او امور بنكية او ضريبية او تأمين اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء تقريبا جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة والحوارات والتواصل مع اشخاص خارج البلاد ممكن تنشط ببعض المسائل الجيدة او تقارب ما بينك وبين اشخاص انت بتتعامل معهم فممكن هاي تعزز من ثقتك فيهم او ثقتهم فيك وممكن تحقق انجازات رائعة حاول انك تستغلها بشكل قوي يعني الاجواء ايجابية ما حاول انك تستغلها اما بالنسبة للبيت العاشر يوم جيد للي بيبحث عن عمل او بيرغب في ادخال تغيير على طبيعة عمله بينتبع للكم المسؤولين بقدروا جهودكم قدم افضل ما لديك وما تتهرب من المسؤوليات الموكلي او من اداء الواجب لانه ممكن انها ضر بمصلحتك اذا تأخرت اد بدعوك لاستثمار كل فرصة جديدة وما تحاول انك تفرض رأيك على زملائك او رواساك بالعمل اما بالنسبة لبيتك 11 فالاجواء جيدة على مستوى بيت الاصدقاء فممكن اليوم تنشط بمسائل الها علاقة باللقاء او التعارف او يتوجه لك دعوي لحضور حفلي او مناسبة او لقاء وبتنشط بامور الصداقة والتعارف والمعارف اما بالنسبة لبيت المتاعب فالاجواء برضو جيدة بتدعمك في بعض المسائل وبتعزز من اشياء لها علاقة بالعمل وبالصحة يعني بتدعمك على المسألتين هدول وبتكون الاجواء تقريبا ايجابية ممكن تفضل اليوم انك تاخد قسط من الراحة او تحاول انك ترتاح في بعض الاوقات او ما تجهد حالك كثير لانه الاجواء بحاجة للرقابة برج الدلو بالنسبة للبيت الاول الاجواء تقريبا نقدر نحكي انها جيدة نفسيا انت مشحون بطاقة قوية اليوم عندك رغبة بالانطلاق والتحرك والحوار وبرضو هيك حابب انك تنجز كثير من المهام خلال هذا اليوم اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء على المستوى المالي ممكن تظهر بعض المصاريف او المتاعب المالية او القلق من مسألة معينة بتتعلق في الوضع المالي حاول انك انت تركز بشكل جيد وبرضو حاول تقلل من مصاريف قدر الامكان الى ايام القادمة ممكن تجد لك بعض الحلول صحيح انه الاجواء ضاغطة ماليا ولكن في بعض الحلول القادمة على الطريق اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء تقريبا يعني بتحدث عندك نوع من انواع العصبي والحدية بالطباع ممكن انه تنقلاتك اليوم يكون فيها بعض العصبية او يكون فيها الانفعال او ممكن عند امتحان او مقابلة تتسرع بالاجابة حاول تشحن حالك بطاقة ايجابية وما تكبر خلاف اثناء تعاملك مع اخ او جار اما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا اورانوس بيحدث بعض الاشياء المفاجئة يا اما مفاجئة ايجابية بتقارب ما بينك وبين افراد العائلة وبتكون الاجواء جيدة وممكن تطور مسألة لها علاقة بالعقار او بالبيت او بافراد العائلة او بتحدث لك خلافات ومفاجئات واعطال ونقاشات وحوارات ممكن تكون حدي في بعض الاوقات او شيء بتعلق في احد افراد العائلة بشكل مفاجئ اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء على المستوى العاطفي جيدة يعني بتقارب ما بينك وبين الحبيب وبتعزز نقاط قوية تعمل تقارب جيد وبرضو حل بعض المسائل بشكل قوي جدا ما بينك وبين الحبيب ممكن تحمل لك شوية اشياء ايجابية خصوصا اللي بيشتغلوا في المجالات الفنية والادبية او الفكرية واللي بيشتغلوا في المجالات التجميلية هدولة بيبدعوا اليوم او اللي عندهم رغبة لعمل اشياء تجميلية برضو بتكون لصالحهم اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء يعني بتحمل بعض التقلبات على مستوى العمل وعلى مستوى الصحة فممكن تظهر بعض المسائل او بعض المشاكل او بعض الاعطال اللي بتتعلق بالعمل وبرضو على المستوى الصحي بتحدث بعض المفاجآت وخصوصا اللي الها بالاعصاب اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء تقريبا منقدر نحكي انها يعني بدك تكونوا حذرين اثناء تعاملكم ما بينكم وبين الشركاء خلال هذا اليوم لانه شوي القرارات الصعبة او تزمت بالرأي او فرض الرأي شوي ممكن يسبب بعض المشاكل او الخلافات ما بينكم وخصوصا ما بين الازواج حاول تشحن حالك بطاقة ايجابية وتكون مرن وتعامل بنوع من انواع النقاش المفتوح بدون ما تتصلب برأيك اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء جيدة على مستوى الاموال المشتركة فممكن تهتم ببعض المسائل المالية خلال هذا اليوم او بحث عن تطوير او قرض او مساعدة او حل او دعم مالي من اشخاص اللي يساعدوك في مسائل مالية الاجواء بتدعمك ممكن اليوم تكشف لك شيء كان مخبع عنك في الايام الماضية اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء طبعا اليوم تنشطوا في امور الها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة فترى مناسبة لاجراء مقابلة او اجتياز امتحان ما تستسلم بل كرر المحاولة وتابر حتى تصل لهدفك هاي من افضل ايام الشهر بترتفع فيها نسبة حظوظك وربما تقوم برحلة او تشارك في احتفال او تناقش بموضوع معين اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء تقريبا على مستوى بيت السمعة جيد بيدعمك وبيعزز من مكانتك وبرضو بتقدر تدافع عن سمعتك بشراسة وفي منك رح يهتم ببعض المسال اللي لها علاقة بالعمل او بزملاءه بالعمل او رواساه بالعمل بتكون برضو بتحدث بعض النقلات النوعية عندك اما بالنسبة لبيت الاصدقاء فالاجواء تقريبا بنقدر نحكي برضو جيدة بتدعمك ممكن اليوم تعزز علاقتك مع بعض الاصدقاء وممكن يتوجه لك دعوي لحضور حفلة او مناسبة او تنشط ببعض الامور الاجتماعية زي زيارات او لقاءات او مناسبات اجتماعية اما بالنسبة لبيت المتاعب فالاجواء شوي ممكن تكون ضاغطة على بعض المسائل اللي لها علاقة بالعمل واللها علاقة بالصحة فبدك تكون حذر من المسألتين دول وتراقبهم بشكل جيد اي مشاكل بحاجة للرعاية حاول انك تستشير طبيبك ولو اني بفضل انه حاول انك تاخد قصد كافي من الراحة وما تجهد حالك كثير برج الحوت بالنسبة للبيت الاول اليوم انت نفسيا متقلب بالمزاج يعني شوي روح التشاؤمية او السلبية او القلق او الخوف او التوتر او الارتباك بيكون في كثير من المواقف مسيطرة عليك خلال هذا اليوم ممكن فيه موضوع معين او خبر معين بتنتظره فانتي قلقان منه او متخوف منه اشحن حالك بطاقة ايجابية وحاول انك ما تستسلم لهاي الضغطات اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء ضاغطة على مستوى المصاريف والمال اليوم عندك رغبة جامحة جدا لصرف الفلوس بتحاول انك مشتريات كماليات اشياء مش مناسبة بدك تصرف بدك تجيب بدك تعمل حاول انك تركز على الوضع المالي صحيح انه بيحمل لك هو دفعات وبيحمل لك التزامات ولكن بايدك انك انت تسيطر على هاي النفقات وبرضو ترتب وضعك المالي بشكل جيد اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء تقريبا متقلبة يا اما قسم منكو نشط وحرك وبتحرك وبدو يتنقل وبدو يعمل اتصالات بشكل كبير يا اما ممكن تحدث مفاجآت انه تلتغي بعض الامور هاي فيضطر انه هو يهدى شوي ولكن الاهم انك تسيطر على عصبيتك وتسيطر على ردات فعلك لانه الاجواء مش متحملة هاي الضغوطات اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء على مستوى البيت يعني زهرة بتدعمك في بعض المسائل اللي لها علاقة بالعقار والليها علاقة بالبيت او افراد العائلة او تواصل معهم ولكن برضو بدك تكون حذر من بعض النقاشات ما تحاول تفرض رأيك وما تتحكم وما تتخوف على بعض افراد العائلة بشكل سلبي يعني خاف عليهم ولكن مش بشكوك واوهام واشياء زي هيك فتكبروا الامور وتعمل خلاف كبير اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء العاطفية اليوم متقلبة يعني بتحدث بعض الاشياء المتقلبة على المستوى العاطفي اللي ممكن تحدث خلافات او نقاشات حدي او حوارات او سوء تفاهم او قلق على احد الاحبة وخصوصا اثناء تعاملك مع الحبيب او امور الها علاقة بالمقربين زي الابناء او احد الوالدين برضو اذا كان عندك اشياء فكرية او هواية معينة بالكتابة او الرسم او الامور الفنية بدها شوي صحيح بتدعمك في بعض المسائل ولكن بدك تركز بشكل اكثر لانه الملل ممكن انه يكون ظاهر او يعطيك نوع من انواع الاحباطات اما بالنسبة الى البيت السادس فالاجواء تقريبا منقدر نحكي انه فيها بتحمل بعض الضغوط على مستوى العمل وعلى مستوى الصحة فعشان هيك بدك تراقب الوضع العمل عندك بشكل جيد ما تخلي الامور تتراكم عليك وبرضو راقب وضعك الصحي من بعض التقلبات اذا شعرت بشيء غير اعتيادي راجع طبيبك اما بالنسبة الى البيت السابع فالاجواء جيدة وبتدعمك اليوم بقوة على مستوى الشراكة وبتعمل تقارب جيد ما بينك وبين الشريك وخصوصا ما بين الازواج اما مصالحة او تلاقي على مسأل معينة او حوار او يخفف عنك او يتعاطف معاك في بعض المسائل اما بالنسبة الى البيت الثامن فبتعيد تنظيم اموركم المالي المشترك والفرصة متاحة لمكسب مصدر شراكي او تعويض لا تهملوا صحتكم ناقش المواضيع او ممكن تناقش مواضيع الها علاقة بامور التمويل او القروض بتناقش مواضيع مهمة وبتعيش امتحانات صعبة خلال هذا اليوم عالج الشؤون الادارية بدقة بشكل خاص الملفات الاستشفائية والمالية اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء جيدة وبتدعمك على مستوى اتصالاتك الخارجية وتواصلك مع اشخاص خارج البلاد او الاهتمام بمسائل الها علاقة باوراق قانونية او معاملات او امتحانات او مقابلات او نقاشات يعني الاجواء بتدعمك بشكل جيد وبتعزز من ثقتك بالنفس او بتعزز من قدرتك على انجاز كثير من المهام اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء على مستوى بيت السمعة الجيدة برضو بتدعمك بقوة بتقارب ما بينك وبين علاقاتك مع زملائك او رؤساك بالعمل وممكن تنجز ملف كان صعب انك تنجزه بالفترة الماضية وممكن ينظر لك المسؤولين بنادرة الاعجاب او التقدير اما بالنسبة لبيتك 11 فالاجواء اليوم متقلبة على مستوى بيت الاصدقاء فممكن تحدث بعض الخلافات او النقاشات حاول ما تفرض رأيك او سلطتك على الاحبة خلال هذا اليوم لانه الاجواء مش لصالحك فممكن تخسر حبيب وممكن يصير خلاف ما بينك وبين صديق خلال هذا اليوم فعشان هيك فرض الرأي اليوم ابعد عنه نهائيا ما تحاول تحط شروط وقرارات ممكن شوي تكون مرفوضة من الطرف الاخر اما بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعب فالاجواء جيدة وبتدعمك بقوة وبتعزز من نقاط القوة عندك اللي هي اللي هي علاقة بالعمل والصحة بتساعدك على تجاوز بعض الاوهام او بتساعدك على تجاوز بعض المتاعب الصحية اذا شعرت بشيء غير اعتيادي حاول انك انت تراجع طبيبك ولكن اني انا شايف انه الوضع الصحي اجمالا يعني مش بحاجة لكل هاي الشكوك او المخاوف ماشي ممكن تظهر بعض الاشياء الفجائية ولكن مش عند الكل هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء شكرا لكم اشتركوا في القناة